تشكيل لجنة وزارية من قبل وزارة سياحة يرأسها الوزير ديدوش للوقوف على آخر التحذيرات بالإضافة إلى تسخير كافة الإمكانيات والهياكل الفندقية لتكون في مستوى هذه القمة. هي آخر الرتوشات قبل القمة الواعدة. وللتذكير فقد خصصت اللجنة الفرعية لمنشآت ما مجموعه 23 منشآة جاهزة لإقامة الوفود المشاركة والاحتضان أشغال اجتماع رؤساء دول وحكومات منذ الدول المصدر الغاز. من بينها 18 مؤسسات فندقية، 10 مؤسسات فندقية عمومية و8 مؤسسات فندقية خاصة. ترتيبات تأمين المواقع مع التركيز على استخدام أحدث التقنيات لضمان راحة وسلامة الوفود المشاركة. هي أبرز ما يتم التركيز عليه في التحضير للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدر للغاز. عن الترتيبات التي خصتها الدولة الجزائرية لمواقع الإيواء واستخدام أحدث التقنيات لتأمينها ولضمان راحة وسلامة الوفود المشاركة في القمة. كما سيتم استغلال هذا الحدث من أجل الترويج للجزائر كوجهة سياحية وتسليط الضوء على التراث الثقافي والحرفي من خلال تهيئة فضاءات خاصة للحرفيين والفنانين المحليين لعرض المنتجات والفنون التقليدية لتعزيز التبادل الثقافي. كما خصت سيد وزير السياحة والصناعة التقليدية وبإشراف منه على تزيين المرافق المخصصة للقمة بمنتوجات الصناعة التقليدية التي جادت بها أنام الحرفيين الجزائريين. قصد التعريف بالموروث الجزائري التقليدي وبأصالة الجزائر وهي شعبة من الشعب الترويج إلى السياحة الجزائرية. أيام قليلة تفصيلنا عن قمة الجزائر للغاز الحكومة على قدم وساق للوقوف على جاهزية المرافق والمؤسسات الفندقية لإنجاح هذا الموعد الهام وأعطاء أحسن صورة عن الجزائر والترويج لمؤهلتها السياحية.